نتحول إلى البرصة المصرية حيث تبين أداء مؤشرات السوق بختام التعاملات حيث تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشر EGX70 و EGX100 وقد تراجع رأس المال السوقي بنحو 161 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 593 مليار و 70 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 منخفضا بنسبة 33% وكان سعر الفتح عند 8685 نقطة وأغلق عند 8657 نقطة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1655 نقطة ليغلق عند مستوى 1659 نقطة مرتفعا بنسبة 24% كما فتح مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا عند مستوى 2435 نقطة ليغلق عند مستوى 2442 نقطة مرتفعا بذلك بالنسبة 13% نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيه و83 قرش للشراء و18 جنيه و90 قرش للباية اليورو سجل اليوم 19 جنيه و37 قرش للشراء و19 جنيه و46 قرش للباية في حين وصل الجنيه الإسترليني إلى 22 جنيه و56 قرش للباية و22 جنيه و66 قرش للباية وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتية 5 جنيه و12 قرش للباية و5 جنيه و14 قرش للباية حين سجل أريال السعودي 5 جنيه وكرشا واحدا للشراء و5 جنيه و3 قرش للباية